شكرا لك حذامي محجوبة كيتا ونرجع على النقطة هذه بعد شوية في جوانب متعلقة بالفقرة الموالية سرحان الشيخاوي يعنون في فقرة على وجه الفضل تكفيريين يزوروا جوازات التلقيح ويرفضوا النظام المدني شنالحكية سرحان ومحمد السلطات الامنية مؤخرا ألقت القبض على عصابة مختصة في تزوير جوازات التلقيح بعد صدور قرار الحكومة تونسية اللي يمنع الدخول للفضائات العامة إلا بجواز التلقيح العصابة هذه تم إحالتها للتحقيق تم التحري معهم بعد الكشف على بعض الجوازات المزورة تم اكتشاف أن العصابة هذه باعت الكثير من جوازات التلقيح لعدد كبير من المواطنين خاصة في تونس الكبرى تونس بن عروس أريانا منوبة الكثير من المواطنين الموجودين في المناطق هذه بقولهم جوازات تلقيح مدلسة التحقيقات كشفت أيضا أن العناصر هذه اللي شد العصابة والتي تقود في هذه العصابة هي عناصر تكفيرية هذو مناس متشددين عليش يزوروا في جوازات التلقيح لأنهم يرفضوا حسب التحقيقات يرفضوا النظام المدني التونسي ويرفضوا الدولة المدنية التونسية ويتحركوا وفق أطر تشريعية خاصة بهم للأسف الشديد الإخبار هذا تم تناوله من جانب الأمن فقط من جانب معطى التزوير أو تدليس جوازات السفر وحتى حد ما حكي على الجانب الآخر وهو أنه فما تكفيريين ومتشددين وإرهابيين يدوروا معنا ويحوصوا معنا في الفضائات العامة موجودين بجنبنا في الكيسات في وسائل النقل العمومي في المساحات التجارية وفي كل الفضائات العامة الناس هذه موجودة بجنبنا وما نعرفهمش للأسف الشديد الكشفة للعناصر هذه قطع أو كسر مقولة أن الإرهابيين موجودين في الجبال وهي مقولة تعتمدها السلطات التونسية كستراتيجية للتعاطي مع ظهر الإرهابية للإرهابيين نظمه والمتشددين والتكفيريين موجودين معنا في كل الفضائات وهذا اكتشفناه بعد الكشف على شبكة تزوير جوازات التلقيح هذه يعني اللي نلاحظوه أو اللي يمكن أنه نحكيه عليه في هذا أنه بعد ما يقارب العشر سنوات من المعارك مع المجموعات الإرهابية هذه اللي راحوا ضحية عشرات الأمنيين راحوا ضحية عشرات العسكريين راحوا ضحية عشرات المدنيين مزالت السلطة التونسية تتعامل بشكل بدائي جدا مع التنظيمات هذه ومع الشبكات هذه الموجودة في كل الأماكن في تونس وموجودة في كل الفضائات حتى أن المجموعات الإرهابية طورت أدوات عملها ولا تعتمد على عناصر ما عندهش سوابق عناصر بلا ملامح واضحة تأكد أنهم متشددين تعتمد برشة على عناصر شبابية وتتمكن العناصر هذه من اختراق الفضاء العام والقيام بعملية إرهابية وحتى القيام بعملية الاستقطاب سواء بشكل واقعي وحقيقي في الشارع التونسي أو حتى بشكل افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي هذا النشاط المكثف شنو يقابله من الدولة التونسية ضعف كبير في التعاتي مع الشبكات الإرهابية ضعف كبير في التعاتي مع الفكر التكفيري موجود في تونس غياب أي استراتيجية للتعاتي مع الناس اللي جاية من بؤرة التوتر واللي عندها خبرات كبيرة في العنف وفي القتال وفي الاستقطاب وفي كل شيء الدولة التونسية للأسف الشديد ما زالت تتحرك إلى حد الآن بمنطقة رد الفاعل مع المجموعة هذه وما توردش أدواتها وللأسف الشديد محمد أصبحنا نكتشف مجموعات التكفير والمجموعات الإرهابية بالصدفة فقط شكرا سرحان الشيخاوي يكيد الخطر الإرهابي يبقى قائم خاصة في ظل هذه المناخات المتعفلة يتغذى منها بشكل كبير محمد شكرا على الملاحظة هذه شوف أروى للمجموعات هذه المتشدة سواء اللي عندها سلوك إرهابي أو مزالت في الإطار التكفيري النظري رهي تتغذى بشكل كبير جدا من مناخات التوتر الاجتماعي ومناخات التوتر السياسي وحتى كنا نرجعوا معناها في ترتيب كورنولوجي وقت إيش ضربونا في تونس وقت إيش أوجعونا في تونس كل ما يحتد السراع السياسي مناخ السياسي متوتر جدا يستغلوا الوضعية هذه ويضربونا في مقتل ضربونا في الأمنيين ضربونا في العسكريين ضربونا في مواطنيين ضربوا السياحة ضربوا السياحة ضربوا كل شيء وقل يكونوا نحنا في مرحلة متع السراع وقلوا نحن في داخلنا متقاتلين ومتسارعين على مسائل سياسية على مربعات سياسية هم يستغلوا الأدوات هذه ويضربونا في مقتل هذك نحن ديما نحاول ننبه أنه السراعات السياسية اللي صايرة في تونس وهتا والتوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما لازمش تلهينا على الخطر الإرهابية وخطر ما زال جاثما إلى حد الآن وما زال اختير برشا على المجتمع التونسي وما زال اختير برشا على الدولة التونسية اشتركوا في القناة